يرجع بقى لفريقنا يعني حضراتكم النهاردة الفريق يمكن وصل امبارح بالليل يعني امبارح السبت كان فيه يمكن تدريبة في النادي تدريبة صباحية كان اقامة مسيماني وكان فيه كمان جلسة مع الكابتن محمود الخطيب أثناء أو بعد هذه التدريب لكن توجه للكونغو كان طبعا في استقبال البعثة سيادة السفير حمدي شعبان سيد حمدي شعبان ده طبعا سفيرنا في الكنغو كالعادة بيبزي المجهود كبير جدا كان حريص كمان على تزليل اي عقبات وجهت البعثة طبعا بيسهل عملية الاجراءات في دخول الكنغو يعني ده طبيعي واي يعني السفير بيقوم بمجهود رائعة يعني ان شاء الله باذن الله كل دوت بنسهل الامور على فرقتنا بقدر الامكان حتى مع بداية السفر في طيارة خاصة اللعيبة وصلت بشكل كويس زي ما حضراتكم في الصورة يعني كان استقبال طبعا سفارتنا هناك على اعلى مستوى طبعا عارفين طبعا الاستاذ العمري فاروق العمري فاروق طبعا هو طبعا نائب رئيس النادي هو رئيس البعثة المتواجد مع فرقتنا وكمان كان بيشارك في انهاء اجراءات دخول الكنغو السفير طبعا بيقوم بكل الخطوات اللي يعني بتسهل الامور شايفين في الصورة طبعا الدخول على فكرة مطار شكله كويس يعني على المستوى المطارات في افريقيا اعتقد مطار شكله كويس عندنا كتواليس كتير جدا بداية من صفر بعثتنا مبارح بعثة النادي الاهلي اللي يا رب ان شاء الله كلنا بندعو باذن الله ان مباراة يوم الثلاث تخرج في اطار جيد جدا شكرا لكم